انا حبيت اتكلم بالموضوع اليوم الناس عم تنظر للكورونا كأنه شبح كأنه إله كأنه خلاص يعني استنفذت كل الطاقات وكل الإمكانيات وانا عاوز اقول لما الكنيسة بتتوحد ولما الكنيسة بتصلي رح نشوف هذه الامور الخارقة رح نشوف الامور العجيبة جدا وهكذا احبائي خدمة بولوس اظهر النور في وسط الظلمة الحق امام الباطل كان دايما في مقاومة او من التزييف وهي يعني الرب يسوع لما اعطى مثل الزوان القمح والزوان الشيطان بيزرع زوان وخدمة المسيح لابد ان يكون فيها كوبي كوبي مزيفة نسخة مزيفة سواء في دين سواء في ارتقاط سواء في بدع حتى يضل الناس حتى يبعد الناس ومكتوب انه لا عجب انه الشيطان بيظهر كملاك نور والرسول بولوس اتكلم حتى بحذر المؤمنين بحذر المؤمنين مؤمنين كيرونتوس اخاف عليكم انه كما خدعت الحية الشيطان يعني كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح